هذه الندوة الثانية التي انعقدت في هذا الشهر الأشهر الأخيرة الأموم المتحدة تحاول أن تجد طريقة واضحة ما تريده الأموم المتحدة وحل عادل يرضي الجميع يكون يعني براغماتي وكل نوع من المفاوضات لا بد من التنازل من جميع الأطراف لا بد لهم من التنازل عن شيء معين لأنه لا يمكن أن نتحاور أو أن نتفاوض بدون أن يكون هناك أولاً الإرادة السياسية لوجود حل أو البلوق إلى هدف معين شنه الجديد في هذه اللقاءات؟ هذه اللقاءات هو أولاً هو أن الأمم المتحدة فهمت أن البوليزاني ليس هو الممثل الوحيد والشرعي السحراوي وخير دليل أن هناك رواسال جهات اللي هم رواسال جهات منتقبين يعني يعبرون عن رأي ساكنة معين هذا نقطة أساسية إذن معناه أنه المفهوم بيكلا ديكوتومية ثنائية لمغرب بوليزاريو أصبحت فينا الماضي ثانية وجود وفد جزائري يعني الرجل الثاني يوم جزائري ووجود وزير خارجة موريتان هذا دليل أنه الملف هناك محاولة من طرف الأمم الأمم المتحدة بزحزحتي بطريقة علمية أن تكون كل من له رأي يمكن له أن يشاركه في هذه اللقاءات المثلة الثالثة اللي خصنا نفهمها لا يمكن أن يكون هناك تقيير ما دام أن الوضع الجزائري قير مستقر لأن هناك الجزائر دخلت مرحلة والجزائري لها دور الأساسي لأن هذه القيادات البوليزاريو التي تتعطي من التندوف ليس لها قرار لأنها قرارها ليس يعني قرار مستقل عن ما تمليه السلطات الجزائرية وهم يعرفون هذا وأنا نعرفه والناس تعرفون إذن النقطة الرابعة اللي هو يعني الخطاب هناك تقيير في مفهوم الخطاب لأنه باش ناقشو تغرير المصير نتكلم عن تغرير المصير لا يعني بأن هناك ارتكبنا إجراء تغرير المصير هو شنو تغرير المصير هو أن يكون هذه الساكنة إذا تم يعني الاتفاق على ساكنة معينة لأنه لم يتم الاتفاق على الساكنة التي يمكن لها أن تشارك في هذا الحل ولكن يستكن يمكن لها أن تعبر عن رأيها وهذا التعبير عن رأي اسمه تغرير المصير البوليساريو تشبثه بأنه يقول تغرير المصير هو استقلال وهذا يعني تسابق على الحل بينما المغرب أصبح يعني يناقش حتى هو مفهوم تغرير المصير يعني بطريقة أخرى فهذا نظن على أنه فيه نوع من الليون وفيه نوع يعني من البراجماتيكي لمحاولة أن يكون هناك نقاشا والأساسي في هذا كامل أن يكون هناك نقاش وأن يكون هناك وعي تام أن الجميع رابح رابح في حالة أن تحل هذه المشكلة بطريقة سلمية أن تكون فيها حل يعني يرضي الجميع وهذا هو ما تريده الأمم المتحدة وهو اللي تدافع عنه كذلك جميع الناس المعقولة والناس التي تريد واسمه لا يمكن أن نعيش 43 سنة أخرى من تضحيات و40 سنة من ميزات الناس الأبرياء والناس يعني لا تضل علىها في هذا المشكل ونظن على أنه طبعا الحل ليس بالقريب وإنما الطريق سيكون طريقة صعيبة جدا ونتمنى أن يصل إلى حل معين لا تنسى أن تابعنا في الأشياء وتأكتب بالجرس لكي يصل لك جديد الفيديوهات من هاتبريس